بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي واضحة إن شاء الله معكم ما شاء الله تبارك الله الجهة الخارجية عبتها بيض عبت الجهة الخارجية بيض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حي أهلا بالجميع البرواز الأول ما شاء الله تبارك الله من جهة الجدار زي ما تشوفون حبوب لقاح وكمية بسيطة من العسل والجهة الثانية ما شاء الله تبارك الله حضنة مغلقة زي ما تشوفون وفيه بير عشان ترجع الخلية أفضل مما كانت هذا البرواز الثاني ما شاء الله حضنة مغلقة وحضنة مفتوحة صغيرة في الأطراف وفيه حضنة ذكور بسيطة في الجهة هذه زي ما تشوفون ما شاء الله تبارك الله ذكر جميل جدا البرواز الثالث حضنة مغلقة وحضنة مفتوحة وبيض زي ما تشوفون البرواز الرابع والأخير ما شاء الله تبارك الله حبوب لقاح ورحيق بدأ ينشف النحل الملكة أعتقد قاعدة تسدد مكانه بيض الملكة قاعدة تسدد مكانه بيض هذا البرواز الجهة هذه زي ما تشوفون حبوب لقاح وعسل قاعدة ينشف النحل والجهة الخارجية هذه ما شاء الله تبارك الله بيض نسأل الله البركة وهنا ما شاء الله تبارك الله المرة اللي فاتت سبتها على وضعها لا نظفتها ولا شيء ما شاء الله تبارك الرحمن نظافة وحبوب لقاح ما شاء الله تبارك الله النخيل يا رب لك الحمد والشكر ما أبغى أعطل النحل أكثر من كذا اللي يرجع للعمل وهذا تقريرا إلى الخلية رقم عشر ونسأل الله البركة وفي أمان الله مع السلام